اشتركوا في القناة سألن بكم استقبل رئيس الجمهورية اليوم بقصر قرطاج وزير التربية محمد علي البغديري ووزير التعليم العالي المنصب بكثير والرئيس المدير العام لمؤسسة تلفز تونسية عواطف الدالي والرئيس المدير العام لمؤسسة لذاعة تونسية هند الغريبي وتناول اللقاء سير الاستراتيجية الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم ودور الإعلام الوطني في الحث على المشاركة في هذه الاستشارة تعليم عموميا وطني ستكون المقدمة لوضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم وأؤكد هنا على دور الإعلام وكنت تحدثت عن دور الإعلام في حث التونسين على المشاركة في هذه الاستشارة الوطنية لأنه لا مستقبل لنا إلا بتعليم عمومي وطني من أكبر الجرائم التي ارتكبت في حق تونس والتونسين هذه الإصلاحات التي في ظاهرها إصلاحات ولكن كانت ضربا للتعليم العمومي وكانت ضربا للفكر الحر تم اغتيال الفكر للأسف أو محاولة اغتياله ولكن الفكرة لا يمكن إلا أن ينهض من جديد دور المؤسسات الإعلامية الوطنية أهم جدا وسنتحدث حتى عن بعض المسائل المتصلة بالبرامج أو بالومضات التي يمكن أن تبث في وسائل الإعلام بوجود السيد وزير التربية ولكن وزير النقل ليس موجودا بيننا مع الوفد التونسي في الجزائر الشقيقة لابد سيد وزير التربية بتنسيق كامل مع الوزير النقل ومع كل السلط الجهوية لتوفير النقل للتلمير تتواصل الاستشارة والوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم التي يشارك فيها كافة الفاعلين التربويين استشارة قدم خلالها المشاركون وراءهم ومقترحاتهم أميرين في مستقبل أفضل لواقع التعليم في تونس في ظل وضعيات صعبة تعيشها بعض المؤسسات التربوية خاصة في الجهات الداخلية من سوء في البنى التحتية ونقص في التجهيزات وبعض المرافق الحياتية الضرورية على غرار مياه الشرب وفي ظل فرص للتعليم غير متكافئة تتواصل الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم التي يشارك فيها أكافات الفاعلين التربويين إضافة إلى الأولياء والتلاميذ الذين كانت أراؤهم ومقترحاتهم مختلفة أبرز قضية يجب أن تطرحها الاستشارة هي علاقة التشغيل بالتعليم لأن هذه هي تقريب أهم مشكلة تعاني منها العائلات بعد ما تقرروا لأداء يقاوروا عاطلين عن العمل وإحنا عدم المساوات بين تلامذا رهو ثم يسر حديث نتحدثوه وقتل نتحدثوه على الجسرين تحتل المرتبة الأولى في نسبة انقطاع عن التمدرس في الإبتداء خاصة ثم علاش يجب أن نتحدثوا أكثر من هذا ما ثمش التكافئة في ورص ما ثمش منظومة تربوية فعلا تعتني بتلامذا ساواتنا بين المدرس خاطر مش كيفي أنا أنا نسكن بحضر شبال ومش كيفي مدرس أخر معتها متوفر لها كل شي أنا عندي الما مش متوفر لي نقترح معتها كان عاش نجم ونوفروا كل بيت أكثر في اللي سيمتنا حسب تجربتي المتوسطة اللي هو الإصلاح تعليم بيكون بإعادة مناظرة إعادة مناظرة السنة السادسة السيزيام وإعادة مناظرة السنة تاسعة ونعرف مشاكل المناطقري فيه من بنيات تحتية للنقل المياه يعني هذه فرصة باش احنا نبلغوا الأراءة بتاعنا باش نبلغوا مقترحاتنا باش لأن الأصلاح التربوي مش مناهج فقط مش زمن مدرسي فقط مش توقيت فقط هو أيضا بنيات تحتية هو إمكانيات هو لوجستيك هو هذا كله المؤسسات التربوية يعني انخرطت في الاستشارة هذه اللي ان شاء الله مش تكون معناها قاعدة تنطلق منها الأعمال للأصلاح التربوي اللي هو مطلب شعبي أراء المستجوبين حول الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم لم تخلوا من تقييم لمهتوى هذه الاستشارة من قبل المشاركين فيها نسبة المجالات اللي موجودين في الاستشارة هذه الخمسة مجالات معناها حسيتها أني ما مسترش كل معناها المجال ككل ثم بعض النقائص اللي نكون نجم ونحكو عنها بعض الأصلاحات اللي نحكو عليها حصنا على الميزانية اللي نحكو عليها التربية والتعليم في المدرس نعرف المدرسة اليوم تحس الميزانية معناها متوفرة ما تعمل شي نقول ما تعمل شي ميزانية متاع مدرسة اليوم تشارة هذه من المضمون متاعها لحظت أنها فم برشة أسهلة صعيبة يصعب جدا لأننا نجاوب عليها لأنها تهم مختصي وتنظم بعض المؤسسات التربوية أياما مفتوحة للتعريف بهذه الاستشارة وللتوعية بأهميتها أملا في مستقبل أفضل لواقع التعليم في تونس وترمي الاستشارة والوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم التي يذن بتنظيمها رئيس الجمهورية إلى توصل إلى رؤية شاملة لإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية عبر سبر يا رأي كل المتدخلين في هذا القطاع الذي يشكل قاطرة لكل الإصلاحات في مسعى لإرساء رؤية شاملة للمنظومة التربوية بكل تفرعتها انطلقت الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم التي أذن بها رئيس الجمهورية قيسس عيد لتتواصل إلى غاية منتصف شهر ديسمبر القادم بهدف سبر أراء التلاميذ والطلبة والمتكونين والمدرسين والأولياء وكل المهتمين بالشأن التربوي ومن ثم تتحديد توجهات المستقبلية التي من شأنها أن ترفع من أداء المنظومة التربوية وتكرس مبادئ تكافؤ الفرص والتعلم مدى الحياة بالإضافة إلى تأمين استمرارية تنمية الكفاءة وفتح أفق أوسع للتشغيل وتأتي الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم التي قال رئيس الجمهورية إنها أهم الاستشارة في تاريخ تونس في وقت تمر فيه المنظومة التربوية والتعليمية بمرحلة حسسة يراد تجاوزها برسم مخطة إصلاحي ناجع للقطاع الذي يمثل قاطرة البناء والتنمية الاستشارة من بين أهم الاستشارات في تاريخ تونس وليس هذا من باب المبالغة لأن الأمر يتعلق بمستقبل الشعب التونسي وبمستقبل الوطن ولا مستقبل لنا إلا بتعليم وطني وتعليم أيضا يقوم على جملة من الإصلاحات وتتضمن الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم خمسة محاور تتوزع على عشرين سؤالا تتعلق بالتربية في مرحلة التفولة والإحاطة بالأسرة وبرامج التدريس ونظام التقويم والزمن المدرسي والتنسيق بين أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكامل فيما بينها وجودة التدريس والتكنولوجيا الرقمية والتكافؤ الفرص والتعليم مدى الحياة ووفق آخر الإحصائيات المحينة على البوابة الإلكترونية للاستشارة إلى حدود السادسة بعد ظهر هذا اليوم فإن أكثر من 108295 هو عدد المشاركين في هذه الاستشارة التي ستكون مخرجتها ركيزة أساسية يعتمد عليها المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي سيقع إحداثه تبقى للفصل الخامس والثلاثين بعد المئة من الدستور منذ استقلال البلاد ودولة تونسية تراهن الدوما على التعليم ورصد الاعتمادات الكافية والحلول اللازمة لقطاع التربية والتعليم لأن نسبة تمدرسية على ارتفاعها وأرقامها المحترمة تعاني في كل عام من معظلة الانقطاع المبكر عن الدراسة وصعوبة الحلولة دون تسرب التلميذ نتيجة ظروف متعددة الانقطاع المدرسي ظاهرة خطيرة تهدد الشباب ومستقبل البلاد خاصة وأن المنقطعين عن الدراسة يكونون عرضة لشدة المخاطر على غرار الهجرة غير النظامية والمخدرات وغيرها من السلوكات المحفوفة بالمخاطر آخر الأرقام الرسمية التي قدمت مفتاح السنة الدراسية الماضية تحدثت عن انقطاع ما يزيد عن مائة ألف تلميذ خلال السنوات العشر الأخيرة من بينهم تسعة وستون ألف تلميذ انقطعوا في إحدى وعشرين وألفين تزمنا مع جائحة كورونا كما أن سبعين بالمئة من التلميذ الذين انقطعوا عن الدراسة بالتعليم العمومي يعودون إلى الدراسة إما في التعليم الخاص أو في مدارس التكوين المهني فيما يصنف 30% من التلميذ بمثابة المنقطعين نهائيا واستنادا إلى هذه الأرقام يصح القول بأن المنظومة التعليمية في تونس ورغم تطورها تبقى معظلة الانقطاع المبكر عن الدراسة من أهم الهواجز التي تشغل اهتمام أهد الإختصاص والمشرفين على القطاع ككل وقد توصلت الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة إلى أن الانقطاع عن التعليم في تدرج من المرحلة الابتدائية إلى التعليم الثانوي وترتفع نسبة الانقطاع المدرسي في التعليم الابتدائي خاصة لدى تلميذ السنوات السادسة في مستوى التعليم الاعدادي يسجل الانقطاع عن الدراسة بالأساس في السابعة أساسي هذا وتصل كلفة الانقطاع المدرسي إلى ما يزيد عن 343 مليون دينار سنويا تتوزع على أكثر من 137 مليون دينار ككلفة الرسوب و207 ملايين دينار ككلفة الانقطاع في محاولة لاسترجاع أكبر عدد ممكن من المنقطعين تم وضع خطط ترتكز أساسا على تسهيل العقبات الإدارية التي قد تحول دون ذلك وإدماج من لم يتسنى لهم ذلك في الحياة الاجتماعية عبر آليات تكوينية وتشغلية ويحضر معنا في الستوديو وزير التربية محمد علي البغديري سيد البغديري أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لك على قبول هذه الدعوة تأتينا مباشرة من قصر قرطاج واجتماع مع رئيس الجمهورية فما هي أهم توصيات رئيس الجمهورية لكم في هذا الاجتماع شكرا على هذه الاستضافة وشكرا على إفرادكم القطاع التربية والتعليم هذه الليلة بهذا الحيز الكافي والواسع السيد الرئيس الجمهورية لم يتوقف على الاهتمام بشأن التربوي وبإصلاحه يعني منذ أشهر واليوم في إطار المتابع أولا الوضع التربوي العام وظروف العودة المدرسية والنقائس التي اعترضتنا سواء على مستوى النقل أو على مستوى العنصر البشري في المؤسسات التربوية وأيضا الأكلة المدرسية أكيد هي كانت عودة ناجحة ولكن دائما هناك نقائس نسعى إلى تلافيها وأيضا وأكثر من ذلك هو إعطاء توصيات بالعمل على إنشاح الاستشارة الوطنية من أجل إصلاح النظام التربوي هذا النظام المهترأ والذي يعني كل أبناء الشعب دون استثناء مفتوحة لكل المواطنين وأعطى توصياته التي سنعتمدها طبعا من أجل تشريك أكثر ما يمكن من المواطنين حتى يتبين لنا الطريق وحتى تكون الخيارات هي التي سنعتمدها من خلال المجلس الأعلى للتربية والتعليم وستكون خيارات بالفعل مهمة في مستقبل تونس طيب إلى أين وصلت تقريبا نسبة المشاركة في هذه الاستشارة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية بدأت تتقدم معنا تقدم المحترمة هذه الأيام نعم خصوصا أنكم فتحتم أيام مفتوحة بالمدارس والمعاهد وتوجهنا لأن الغالبية هي من التلاميذ يعني عدد التلاميذ في الابتداء والثانوي هي زوزم لين 300 ألف تلميذ فتوجهنا إلى المؤسسات التربوية وأيام مفتوحة تتم دعوة الأولياء للمشاركة وأساتذة ونحب نحييهم والمعالمين لهم يشرفوا على أن هؤلاء الأولياء يعني يشاركوا في الاستشارة وهذا مهم والعدد مثل ما لاحظتم في يومين مرة من 35 ألف لمية وثمانية ألاف وسوف يشهد وتطورا كبيرا في الأيام القادمة هل لديكم فكرة عن تقريبا مضمون الاستشارة إلى حد الآن مضمون تطلعات المشاركين في هذه الاستشارة إلى حد الآن حول العناصر المطروحة لا ما زالت يعني الفكرة لم تتبلور ولكن نعرف العدد يعني المشاركين وتوزيح مالجيهات وأيضا الأعمار بدأت الأجيال الشبابية تشارك بشكل متواصل ومهم وهذا جيد ولكن الخيارات يجب أن يعرف كل أبناء الشعب بأن هذه الاستشارة ليست ككل الاستشارات السابقة والإصلاح الآن مختلف عن كل المحاولات السابقة في السابق كان الإصلاح ومحاولات الإصلاح في الحقيقة كانت هم فقط الابتداء والثانوي هذه المرة الإصلاح من ما قبل المدرسي يعني من الروضة من السنة التحذيرية مروراً بالابتداء والإعداد والثانوي والتعليم العالي ونحن نطرح أسألة يطرحها أموم الشعب يعني والمواطنين في علاقة مثلاً بالتقييم نرجعوا السيزيام ولا ما رجعوا هاش نرجعوا التاسعة نعم نقول التاسعة ولا لا هذا الشعب يجب أن يختار لأن الخيار مهم ونقولوا الرجعوا السيزيام يعني عنا 200 ألف تلمير مش عادي السيزيام سناه ينجموا 100 ألف يمروا في المناظرة وتبقى 100 ألف وين يمشوا 100 ألف هذا يمشوا للتكوين المهني يجب أنه عدة لهم يعني من أجل ذلك كل الإمكانيات والبنية التحتية يعني الدولة ستنفق أموال الشعب اختار أن الأموال تمشي في الأنفاق في هذا الاتجاه والمرور طبعاً بالتعليم المهني نحو البكالوريا المهنية والجامع أيضاً وربما بحث العلمي فتح الأفاق في هذا الاتجاه أيضاً هناك محور مهم هو اللغة التي يجب اعتمادها والشعب يجب أن يختار أيضاً ليتحمل مسؤوليته طرحنا سؤال غاية في الأهمية والخطورة اللغة العربية الفرنسية الأنجليزية لأن هناك معاناة وين الانقطاع المدرسي يا قهو يا أما في السابعة الأغلبية وإلا في المرور من التاسع إلى الأولى لما تتغير اللغة وهذا مضر وأدى إلى نتائج وخيمة لما نختار لغة ولما هذا الشعب يختار سوف نذهب في هذا الاتجاه على المتسربين من المدارس ولكن هناك موضوع حارق جداً وهو مسألة الأمن بالمؤسسات التربوية وهناك متابعة لسيقة من وزارة التربية ووزارة الداخلية في هذا الشعن ثمانية وستون ألف تدخل أو مراقبة للمظنون فيهم أو يعني كما سماهم المسؤول في وزارة الداخلية بالفضولين في يعني محيط المؤسسات التربوية هذه المتابعة اللسيقة وهذا التفتيش الأمني ربما والمراقبة الأمنية هل تكفي لدرء هذه المخاطر وما هو تصور وزارة التربية للتصدي لهذه الظاهرة أولاً لابد من الإشارة إلى أن السيدة الإيسجمهورية يدعو ويسر على اعتماد المقاربة المنظومية هذه السنة ربما لأول مرة المقاربة المنظومية تعني أن الشأن التربوي لا يعني فقط أبناء التربية يعني كل الوزارات يعني كل الوزارات تدخلت وزارة بدون ذكر الوزارات كلها بدون استثناء من تدخل لربط المدارس بالألياف البصرية على التدفق وزارة تكنولوجيا الاتصال وزارة التاقة ستضعه لبنوصوليال على المدارس وزارة أملاك الدولة تمدنا بقطاع أرض لبناء مدارس وزارة البيئة تدخل وكل الوزارات بدون استثناء طبعا وزارة دفاع الوطني وفي تأمين الامتحانات الوطنية ووزارة الداخلية بالفعل في السنة الماضية في إنجاح الامتحانات الوطنية مهم التعامل مع هذه الوزارة ومن خلال الجلسات والاجتماعات التي عقدت بين إطارات وزارة التربية والإطارات العليا بوزارة الداخلية بالفعل وأنا أكتشف ذلك المقاربة ليست مقاربة أمنية بل بالعكس كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وكان ذلك بإشراف السيد وزير الداخلية هو المقاربة التأثيرية المجتمعية النفسية والإحاطة بالمؤسسة التربوية لحماية المؤسسة التربوية الأسرة التربوية حمايتها من العنف والتلاميذ وخاصة في محيط المدرسة أولا من العنف الذي تفاقم ثمين من المخدرات واليوم استمعنا إلى ثلاث محاضرات غاية في العمق وفي الأهمية حول أنواع المخدرات الموجودة في تونس والمستهلكين وكيفية التصدي لها وهذا مهم لأن هذا بالفعل يربك العملية التربوية ويشغل بال العائلات اللي بالفعل خاصة العائلات اللي الأب والأم يبدو يعملوا ما يعرفوش ولادهم بشو يعملوا في النهار لابد منتابعة الوزارة الداخلية سوف تكون إلى جانب المؤسسة التربوية حتى تؤدي وظيفتها على الوجه بالنسبة لأطفال المتسربون من المدارس عددهم يعني كبير نسبيا هل هناك يعني ضعف في أليات موجات هذا الانقطاع عن الدراسة وماذا أعدت الوزارة لمثل هذه المعظلة مع الأسف عدد المنقطعين عن الدراسة في تقريبا كل سنة ينهز مئة ألف تلميذ ينقطع عن الدراسة الأسباب نحن نشخصها نريد أن نعرفها ولكن مرتبطة بالوضع الاجتماعي السيد الرئيس الجمهورية قال لي بعد النتائج البكالوريا أعطني الوضع الاجتماعي في أي مدينة سأعطيك ترتيبها من حيث نسبة النجاح وهو يدرك جيدا أن الوضع الاجتماعي هو مهم ومحدد ولكن هناك عديد الأسباب الأخرى نعمل على تلافيها وتصدي لها من بينها الأكلة المدرسية مثلا نحن هذه السنة سنوفر أربعمائة وخمسين أكلة لأبناء تلاميذ حتى يصمدوا ويستقروا بمدارسهم والنقل المدرسي سيد الرئيس اليوم مثلا ما لاحظتم تحدث عن النقل وضرورة تطبيق الدستور ولا يمكن أن نكتفي بالإشارة على الورق يعني النقل مضمون سيد الرئيس قال كيف يكون مضمون لا يمكن أن يكون مضمونا خلال الأوراق والكتابات يجب أن يكون مضمونا في الميدان وبالتالي يؤكد بتوفير الحافلات وحسب في المعطق النائية وهذه السنة وفرنا أكثر من مئة حافلة ولابد من مضاعفة الجهد سيد الوزير هناك نقطة مهمة نختم بها هذا الحوار هو مثال شغور بعض الأقسام أو الفصول بعدم وجود مدرسين في بعض المدارس والتي تعطل السير العادي للتدريس نعم ماذا أعدت وفي ماذا تفكرون في إيجاد حلول لهذه الشغورات الحل النهائي هو معروف القضاء على كافة أشكال التشغيل الهش والسيد الرئيس وسيد الرئيس حكومة أيضا معناه يدعون إلى ذلك ولابد من الإسراع بإنهاء كافة التشغيل الهش لخطر نحن نعتمد على الأساذ أولا وضع الأساذ المترسمين ثم الذهاب إلى النواب وبالتالي فما وقت لا بد من استهلاك عندما يتم تتم تسويت وضعية الأساذ للنواب والمعلمين النواب وقد تقدمنا خطوة مهمة هذه السنة بمضاعفة الأجر وهذا مهم سوف يدفع إلى مزيد من الاستقرار وانتظار تسويت الوضعية ولكن نحن نعيد كل النواب بأن الهاتة الوضعية لا يمكن قبولها ونحن مع كل شروط العمل اللائق بما فيها العمل الأجر اللائق والعمل القار ونحن ذاهبون من أجل ذلك إن شاء الله في أقرب الأجال أشكرك سيد وزير التربية محمد علي البغديري على كل هذه الإضاحات وشكرا جزيلا لك مرة نخرى على قبول الدعوة والحضور معنا شكرا جزيلا لك وأذكركم مشاهدين الكرام أنه بإمكانكم متابعة نشراتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة أشكر انتباهكم إلى اللقاء